تقول الحكومة اليمنية بأن الإمارات أصبحت طرفاً في الحرب على الشرعية وتتهمها بالوقوف وراء الحرب التي تشنها ميليشيا المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية وفي هذا الصدد تؤكد أنها تجهز ملفات بانتهاكات الإمارات تتضمن شكوى لمجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى الاستغناء عن دورها في التحالف ليأتي الرد الإماراتي على لسان وزير الدولة لشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي قال إن تدخل بلاده جاء بطلب من السعودية وإنهاؤه بيد المملكة وحدها تصريحات الوزير الإمارات جاءت بعد رسالة من الحكومة الشرعية للرئيس هادي تطالبه باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية ضد الانقلاب الذي تشنه القوات المدعومة من أبوظبي وتردها من اليمن موقف الشرعية اليمنية من العبث الإمارات أخذ مسارا متصاعدا بدءا من مجلس الأمن مرورا بالحكومة وليس انتهاءا ببيان وزارة الدفاع الذي اتهم الإمارات صراحة بالوقوف وراء الحرب المستعرة في محافظة شبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية الرد الإماراتي لم يقتصر على محاولة وضع السعودية في وجهة الخلاف وإن كان لها الحق في ذلك بل تزامن مع تصعيد ميداني للحرب حيث تحشد القوات التابعة لها استئناف المعركة من جديد وتشير الأخبار الواردة من شبوة أن زحفا كبيرا لميليشيا الانتقال باتجاه المحافظة الواضح إذن أن الشرعية وأبو ظبي أصبحت طرفين قيد والمعركة بينهما مصيرية